ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية رجعت لكم بسلسلة علماشية السلسلة اللي سحبنا عليها من فترة طويلة وما سحبت عليها صراحة عناد بقدر ما إنه يعني إيش كنت أفضل إني أجلس مع الناس معهم فيس تو فيس أفضل من إنه أونلاين بس كثير منكم اقتراح لي قال لي وجيه السيتب الجديد حقك خلاص صار يخدم كاميرا ممتازة مايك ممتاز صار عندك القدرة أنك تسوي الفيديوهات هذه أونلاين وتغلق الليلة يعني ملازم تروح للناس لين بيوتهم ولا لستوديوهاتهم ويبقى الفكرة مرة عجبتني فرح يكون عندنا أول ضيف في هذه السلسلة أقصد بعد انقطاع طويل راكان الشائع أو مثل ما أسميه أنا وهو لقب صراحة يستحقه ملك أغنية الجليد والنار تشاركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعل جرس التنبات على طريقكم عشان تصلكم فيديوهاتي أول بأول ولو أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك تعالوا تابعوني لمواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الواصل غير كذا يلا بينا نشوف إيش عنده ركان الشائع في سلسلة علماشي وهل يقدر يزبط المظبيط معنا ولا راح يجيب العيد يا هلا ويا مرحبا بركان ملك أغنية الجليد والنار حب أن أديك بهذا اللقب بصراحة كيف أمورك؟ أهلا وسهلا والله كل شيء تماغه أنت كيف أمورك؟ والله أنا بخير الحمد لله نقلقت عليك بس لأن قلت لي أنك تعبان شوية وأسئلتي صراحة ثقيلة فخايف أن أتمرضك زيادة والله شوف إذا حسيت أن الأسئلة كثيرة مرة فأسوي نفسي دايخ كذا بأعطيها انسداحة والأدر موجود والأدر جاهد تصرفها من بيدري يا أهلا 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 يا ركا شوف أنا مجاهد لك مجموعة أسئلة سبق وسألت بعضها ممكن سألت فيها يوتيوبر ثانيين وبعضها ابتكرتها خصيصا على شانك واللي ما تعرفه عن فقرة على الماشي الأسئلة اللي بأسألك إياها ما أنا قاعد أتحدك ولا أباك تفرد عضلات الحنكة عندك على أني أكره كلمة حنكة دي استخدامها صار مرة مستهلك في السوشيال ميديا فصرت أكرهها فالأسئلة دي يفترض أنها إيش راح تكون إجابتها عندك وليدة اللحظة إذا أنت تحاول تبتكر إجابات لها فهمت الفكرة؟ تحاول تبتكر هابدة لها هابدة لها يا سلام عليك إشطة جوي 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 الهبد عندنا ثلاثة أنواع أسئلة يا راكر أو أنا سميتها ثلاثة أنواع أسئلة كيفي؟ يا قناتي أوكي؟ في عندنا أسئلة شاطحة عندنا أسئلة شاطحة واللي راح تكون بعيدة كل البعد تقريبا عن السوشيال عن عالم السينما والمسلسلات وفي أسئلة اسمها ملعب راكان ويفترض أنه لما قلت ملعب راكان وواضح أنها شيئا وفي أسئلة سينمائية وتلفزيونية منوعة قد تكون من الأفلام من مسلسلات من السينما وش من داخلها؟ بتفهم لما ترح عليك السؤال الأول تبغانا نبدأ بالأسئلة الشاطحة ولا بملعب راكان ولا بأسئلة سينمائية تلفزيونية منوعة خلا نبدأ بالشاطحة أنا جاني فضول لا أعرف وش حيلو هي سؤالين السؤالين الشاطحة سؤالين حيلو السؤال الأول لازم تختار مشهور أي إن كان المشهور ممثل مطرب موديل يوتيوبر مخرج كاتب براحتك تمام؟ المشهور ذا تاخذه معاك للسينما ومشهور ثاني تاخذه معاك سفرية ومشهور ثالث تاخذه معاك الصناعية شوف أنا يعني السفرية سهلة حتاخذ مين؟ أنا سافرت مع شخص أكثر من مرة صراحة ومشهور يعني واستمتعت بالسفرة يعني السفر مع هذا الإنسان تجربة مختلفة لدرجة أني ممكن أروح مع هذا الإنسان لأي دولة كل ما يريد يروح لها مثلا عادي أني يروح مع هذا الرجل لهذا المكان يعني أسوأ مكان سياحي بالعالم ممكن يكون أمتع مكان سياحي بالعالم مع هذا الإنسان أنا سافرت معه كثير صراحة واستمتعت سلطان الموسى والله نعم والله نعم ركانه بسلطان الموسى سلطان الموسى شخص بالسفر ومتع ومتع يعني تسافر مع هذا الإنسان أنت من لما تصحى لين تنام جدولك من تمشية من مطاعم من أماكن تراثية من معلومات من سواليف من ضحك جاهز أنت كل اللي عليك أنك تحط ملابسك بالشنطة وتمشي مع هذا الرجال يا سلام ما تبذل أي جهد مع هذا الإنسان يختار لك أفضل أماكن أنا سافرت معه قبل شهرين رح تمعه للشيك هذا آخر سفره مع بعض من أمتى السفرات بحياتي لازم تعرفني عليها ركان أبشر الشخص الثاني اللي بياخنمي للسينما لا خلي السينما شوي لا 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 بالعكس خلي السينما الآن الصناعية آخر شي تعرف الصناعية هجوة ما تروح الصناعية الصناعية عندكم في الرياض هي مكان تسليح السيارات زي اللي عندنا ولا لا اي 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 حلو حلو فخلي الصناعية آخر شي هذا اللي بتهجلوا معاك في الصناعية خلي آخر شي مين بتاخد للسينما يا أخي السينما ما فيه أحد على بالي صراحة يا أخي مشهور لاحظة لاحظة رح كان ركز في السؤال اي انا فاهم عليك حتى لو جيب ليونار دوكابريو فاهم اشطح عادي عيش اطلق الخيالي لا لا بيكون خياراتي تكون منطقية صراحة ينار دوكابريو جيمي إلى السينما ما راح اشوف الفيلم ما اقدر استمتع انا قاعد اعطيك مثال والله شف انا ودي لو كان فيلم الماربل ااخذ سكورسيزي ابيه انجلت صراحة ابيه انجلت صديقني يا راقان لا يرفض الدعوة اصلا بتقول لكم لا يعني بلخم اقول ما عليك هذا فيلم ارت ارتستيك وفيلم رهيب معاني تعال والله اريد اجيبه صناعية ااخذ ميعي مشهور بندريتا احسب احسب بنطلع بقصة يوتيوب حلو صراحة بندريتا دمه خفيفه روحه حلوه فاتوقع فعلا اذا خذت معاك الصناعية اصلا ما بتحسوا انها الصناعية ما توقع انه بنرجع من الصناعية غالبين ما راح نرجع ما راح نرجع من الصناعية اهلو اهلو اجابات جدا جميلة كلام جوت وكلام راكان طيب السؤال الثاني في فقرة اسئلة شاطحة هو السؤال الخير هما كانوا سؤالين السؤال الثاني يقولك يا راكان عندك القدرة فجأة راكان كده تربع في عرش التكنولوجيا وصار انسان كبير في هذا المجال وصار عنده القدرة انه يحذف تطبيق كامل من الوجود معاك يصير اي احد يقدر يستخدمه ايش التطبيق اللي راح تحذفه ولماذا اهم شيء لماذا اه تويتر انت اكثر تطبيق متفاعل في تويتر يا راكان تحذفه لسببين يعني لانه اكثر التطبيق ياخد وقت صراحة ولانه تطبيق المكان اللي تبدأ منه الحملات الكراهية بشكل عام صراحة مجتمع تويتر مجتمع قاسي صراحة الهوشات كله تبدأ انا متهاوش قبر اليومين بتويتر في مساحة لا مو في مساحة تغريدات كده متهاو فتويتر كده لما ادخل وانا يعطيني طاقة سلبية صراحة واحدة من الاشياء اللي تخلتني اقدر اعيش وتعايش في تويتر هي اني ما اشوف المنشن نهائيا نهائيا الاشخاص اللي انا مهتم اشوف المنشن تبعهم يعني لو اني علقت مثلا في تغريدة عند راكان عادي تظهرلي في التايم لاين ترى وتمتيكين فانت واضح انه دمك بارد لدرجة انك شوف المنشن ومستعد تضارب وتروح لا انا مو اضارب انا اعادي يعني اقول معك حق اذا واحد قال لي انت شبيح ولا انت تطبل اقول لي ان ادعم فشل هذا المسلسل يا السلام عليك حلو حلو وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت ناوي تحذف تطبيق تويتر ياخذ ياخذ وقتي ياخذ وقتي والله انت مفعل الاشعارات عندك في الجوال لا 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 مطفي الاشعارات كل تطبيقات احب اقول لك يا راكان اجتزت مرحلة اسئلة الشطحة وما في نجاح ولا فيها فشل بس اجاباتك احددوها الجمهور احب اقول لك يا راكان تحذف تويتر ممكن يقوله زيك يا راكان تقض مارتين سكورسيزي احب تويتر وعندي 160 الف بتويتر طيب حلو بعد كده نروح ملعب راكان ولا اسئلة سينمائية وتلفزيونية كم عدد الاسئلة هنا وعدد الاسئلة هنا محتم صراحة في ملعب راكان ثلاثة اسئلة في الاسئلة العامة 1 2 3 4 5 6 7 8 عطناها عامة تخش على العامة اللي هي الثقيلة ايه ايه عطنا عامة بعدين نتخل حيلو جوي يا راكان جوي خلني بس للملعب عد الجلسة ما تعرفونه راكان قلت له راكان خليني اسرب لك شوية اسئلة كده امرر لك شوية اسئلة يعني شين تستعدلها قالي لا لا فاجئني انا عايز اتفاق اوكي هياخذ المفاجأة الأولى المفاجأة الأولى هذا السؤال يرى كان انطرح بين مجموعة ترى فعلا كان كان من مجموعة كتاب ومخرجين وممثلين من ضمنهم كان اللي افتكره روبرت دينيرو اتوقع وترنتينو فكان يسألهم ناسة ايه فكان يسألهم اللي في اللقاء لا لا سؤال لطيف خفيف بس بيشوف ايش الفيلم اللي بتختاره يقولك لو قدرت انك ترز الفيلم الى الفضاء يسبح ويهين في الفضاء الى ان يصل الى حضارة معينة في هذا الفضاء بحيث انك خلي الفضائيين او اين كانت المخلوقات اللي وصلت لهم هذا الفيلم يتعرفون على كل شيء في طبيعة البشر او عن البشر بشكل عام ايش الفيلم اللي راح ترسل ماهو صعب ولا سهل هو ايش الفيلم لا يعني انا خياري سهل ايا خياري سهل شوف في قصيدة في قصيدة لعمر ابو ريشا شاعر انا احبه صراحة ماني حافظ القصيدة ولكن في بدايتها يقول يقول ملاك الموت طاف بي الاعالي وشق بها غياهب كلتيه وابرز لي النجوم وكل نجم يتيه بما لديه على اخيه هذا ملاك الموت اخذ عمور ابو ريشا وراها السماء قال هذه نجوم السماء كاملة وقال لي انتقي المأوى فاني اريدك تنتقي ما تشتهيه فانت شقيت في دنياك مما بلوت بها من العيش الكريه وانت قضيت عمرك في التغني بفردوس الجمال وساكنيه فاين تريد ان تحيا بعيدا عن القلق المرير وعن بنيه ولاح لي نجم من بعيد تفلت من مواكب راصديه توشح بالغيوب فكان بدعا يتيما ند منفرد الشبيه فقلت هناك فقال بكل رفقه هو النجم الذي قد مت فيه الله الله مدري بيطلع الصوت عندك اذا او لا بس فعمر افريشا يتكلم عن الانسان لما رأى كل النجوم وكل الكواكب اللي بهذا الكون ولما لمح الارض من بعيد يعني تعلق قلبه بالارض حتى اختار هذه الارض كوكب الارض فقال له الملائك ترى هذا الكوكب اللي انتموت فيه فالفيلم اللي بكتاره هو فيلم غرافيتي Watertech ساعه فيلم غرافيتي سايندرا بوليك انتهت جاني اهمabilirما قلت اسم الفيلم ما راح يوريك لا يوريك الحضارة ما راح يوريك عشاب ما راح يوريك الطبيعة ما راح يوريك التنوع الحيوي راح يوريك حاجة واحدة وهو تعلق الانسان بالارض بهذا الكوكب مهما كان هذا الكوكب مليء بالحروب بالمشاكل بالأوبئة بالأمراض بالمشاعر السيئة الفقد إلى آخره إلا أنه ساندرا بوليك كانت متعلقة وبشدة بكوكب الأرض يعني واحد من المشاهد اللي عالقة بذهني لما ساندرا بوليك بالفيلم لما كانت بالمكوك الصغير وما عليش يعني لو كان هذا الكلام مش حرقا للفيلم وإنما مشهد من المشاهد الفيلم لما جت موجة مذياء أو موجة راديو بهذا المكوك لما المكوك لقط هذه الموجة وصوت الكلب هو ينبح جلست تنبح معه جلست تنبح مع الكلب فهذا الفيلم من الأفلام البديعة رائع يرسلوا كل المخلوقات الفضائية يقولوا شو هذا الكوكب نحن نحب هذا الكوكب أوكي على أنه أنا كنت أتوقع أنك ترسل شيء يخلي المخلوقات ذولي يشوفوا إيش هم البشر سواء بطريقة كويسة أو بطريقة سيئة يعني بس صراحة بس صراحة بس صراحة بس صراحة بس صراحة بس صراحة الحلو أنه أنا ما أعطيته الأسئلة وجالس يبدع الله أكبر على البليسك راكان بطل بطل ما أنت تراه هذا لسه أول سوء نشوف السؤال الثاني يقول له عاد انت بتنبسط على ذا السؤال اعرفك شخصية من فيلم او من مسلسل او من انيمي احفظ الجزية دي من السؤال ظهرت امامك شخصية الشخصية دي انا ما راح اقولها لك الا بعد ما تفهم السؤال كامل ظهرت قدامك شخصية من من فيلم انت الان بتدخل في معركة مضاربة بوكس مع الشخصية دي اللي ظهرت لك وعندك القدرة انك تستدعي شخصية سواء من انيمي من فيلم من مسلسل تكون ايش تمثلك في هذا القتال زي تيريون لانستر لما اختار جزم اذاك اي اللي ابرم مرتين مرتين يا سلام عليك ايش الشخصية اللي بتختارها وبعدها انا اقول لك من الشخصية اللي ظهرت لك فاحرص انك تختار شخصية معضلة ما ليشغل اختار شخصية معضلة اراك انا احتياطين لانه اللي قدامك بيكون واحد معضل واحد معضل طيب فيه تكملة لسؤال ولا بس كده السؤال بس كده اختار واحد يقاتل عني يقاتل عني ارثر دين او بيقاتل باسلحة قديمة ولا اسلحة جديدة كيف اك والله بختار ارثر دين طيب تتوقع ان ارثر دين بيأكل عيش قدام ثانوس والله والله كده بيسوي ويخفيه بغض النظر ترى ثانوس ما هو معتمد على القلافوس ثانوس ترى عنده مهارات قتالية مرعبة لو تفتكر معركته مع هولك في السفينة فاكر ما اتذكر صراحة ما يحضرنا هولك في فيلم انفينيتي وور في بدايته هولك الضارب مع ثانوس مضاربة حلو بلادي فيس توفيس ثانوس في ذاك الفايتر ما استخدم القلافوس لطم هولك بيدينه العريتين فقط يعني خلاص اجه ما فيه اي اختيار باخر احب اقول لك ركان ريستن بيس في هذاك العالم الموازي والله هارد لك راكان جي جي ودع بلايك اه اتوقعتك تختارك لشخصية خيالية مدري انا قلت الرجال صايت جوي بيجيب لي واحد مقاتل مقاتل خيار زي كده صعب صراحة ممكن كان فيه ممكن لو انك كنت كرييتف في الإجابة كان ممكن تقول ابغى ييجي معي ديمون بتنينه يا ساتر سمارت سمارت ، والله فتتني ده وقت بيستخدم القفاز وقت بيسوي لجي كده يمحينك إنت و أنت و تنينينا يمحيني أنا والتنين و وسترس كامله طيب حلو السؤال الثاني يارك الثالث عفونا هذا توقع بتجاوبه سريع سريع فيلم من ماربل و فيلم من دي سي فيلم من مارفل تحطه في التوب عندك وفيلم من دي سي تحطه في التوب عندك وفيلم من مارفل تحطه في الزبالة وفيلم من دي سي برضو تحطه في الزبالة أو يجي آلا فيلم من مارفل آخر فيلم حقيقي صراحة نزل لمارفل إن دغيم هو يعني هو التوب هو البهيق هو انفينيتي وار يعني هم مع بعض أنا ممكن أميل شوية لانفينيتي وار كحبكة ولكن كمشاعر هل تصدق أنه معظم معظم الجمهور جمهور مارفل يعني عدد كبير منهم يفضل انفينيتي وور على اند جيم بالرغم اني انا معاك اند جيم صراحة كمشاعر وكنهاية قصة عالم او مرحلة كان جدا رائع طيب من دي سي من دي سي توب نقدر نختار زاك سنايدر جسس ليك سنايدر كات سنايدر كات يس جيد جاب واش بتحط في البوتون من دي سي و الماربن من دي سي ممكن من دي سي بالله اذكرني عندك مانو في ستيل عندك باتمان فيرس السوبرمان عندك باتمان جسس ليقة الاول التعبان ذا عندك ووندر وومن عندك اكوامان عندك عندك سوسايد سكواد اه شكرا لك ايوا شكرا لك شكرا لك قل لي اي شكرا لك هذا يعني انا لما تكلمت عنه بطريقة سلبية جاتني تعليقات كير سلبية انه انت ما فهمت الفيلم ما فهمت الحبكة ما فهمت اي شيء سوسايد سكواد انا برضو نزلت عليه و جاتني حملت تنمر استمرت لمدة شهر يعني بعد ان انتهت اي نعم هذا اسوا فيلم دي سي المارفل هالك الاول اي شكرا لك حسناً 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 بشكل غير كتاب حسناً غير حسناً ما قدرت أكمل صراحة طيب حلو حلو ايش كان السؤال؟ تابعت كم انيمي ما قدرت أكملهم صراحة انا لست ما اسألتك السؤال ترى الحقيقي يلا هات السؤال بحكم انك ما تابعت انيميات كثيرة تعرف في عبارة الحين طيحين فيها في السوشال ميديا وان بيس عمك اللي هي حلو هاي قاعدة تقول لي يعني ولا لا لا تعرف عبارة وان بيس عمك اي حلو انا بغاك يا حبيبي ترى الحين وان بيس عمك معت صارت عبارة تعتبر شتيمة بقدر ما باهوا معناته انه وان بيس افضل عمل في التاريخ افضل انيمي في التاريخ اوكي ترى صار كده ترجمتها اذا حد قل لك وان بيس عمك لا تزعل مرة لا تزعل ترى قصد انه وان بيس افضل انيمي في العالم فايش الانيمي اللي مستعد تقول انه عمك عادي مرة حفهم يا اخي مخيفين مخيفين افضل عمل اودة مجنون ان كان جورج مارتن السقفة اودة هو السماء من الله خير ايه خلاصة بس فكرت اكمي شرح طيب اش دخنين تقول لي وان بيس عمك بس اه بس اه ما 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 تبعت انيميات كثيرة عشان اقولك انه هذا الانيمي هو الافضل صراحة طيب تسمح لي اقولك انا بالنسبة اي يقول هنتر عمك وجهة نظرك انا افصلا احتمال новوضوخ أنا في احتمال إنه أغير عبارة هنتر عمك إذا انتهى أتاكن تايتن إذا انتهى أتاكن تايتن بنهاية أنا في ناس من أصحابي قرأوا المانجا قالوا لي والله يا وجيه ما أدري شأقول لك عن النهاية بس إن شاء الله إن شاء الله إنها تناسبك و يعني ما تزاعي لك من العمل آه بنشوف فما أدري يظل هنتر عم الجميع من وجهة نظري ولا ممكن أتاكن تايتن ولا ممكن ونبيس طلب أتابع ونبيس يب يب حتابع ونبيس يا ركان إن شاء الله تستمتع بالرحلة أدعي دعاء السفر والما تشغل لها ترى أول 250 حلقة كلت بناء بسيط الأحداث تبدأ بالمارين فورش فأنا ما تابعته بس أعرف كل التفاصيل هذه آه الله شاك لك يا ركان لازم تصبر 500 حلقة كثيرة بسيط بسيط بناء كذا 500 حلقة خلصة كذا في ثلاث أربع شهور بعدين تخش على الشغل الجامع ايه أفت حيالي أحب أقول لك الفيديو بيلقم دوس لايكات لين السماء أي عمل يكون له قاعدة جماهيرية ضخمة وشعبية كبيرة متأكد أن هذا العمل مميز بطريقة ما يعني فيه شيء مميز يجعل كل هؤلاء الناس يحبون هذا العمل يعني ما أحد يختلف على نهاية غيمة ثرونز إنها نهاية سيئة ولكن اللي يجعل الناس يتعلقون بهذا العمل هو واللي يجعل هذه الشعبية الكبيرة تصير للعمل هو شيء مميز اللي يقدم هذا العمل أشياء كثيرة يعني ما نختلف يعني أنه مارفل أحيانا يحقون صراحة ما تكون أفلام رهيبة ما تكون أفضل أفلام ممكنة بدات المرحلة الجديدة مع ذلك شعبية مارفل الضخمة ما جاءت من فرق جاءت من عمل مميز صراحة تقول لي أفلام تجارية تقول لي شغل تجاري سينما تجارية ماما فيه شيء مميز خلف هذي الشعبية الضخمة وان بيس نفس الحكاية فيه شيء مميز أنا يوم من الأيام سأتابع وان بيس يعني أنا عندي فضول أعرف ليش هذي الشعبية الضخمة يا سلام فأنا متأكد أنه فيه شيء مميز بهذا الانوي حلو كلام جوة وكلام ركان أحب أقول لكم يا جماعة أنه ركان أعلنها رسميا أنه حاط وان بيس في الخطة ما تعد الله وأعلن بس أنه حاط في الخطة خلينا نروح للسؤال اللي بعده ركان أكيد أنا أنا أتكلم عن نفسي والشيء أنا عندي فيلم كده سبحان الله من يوم أحد يقول لي وجيه أبغى أبغى فيلم وصيني بفيلم عندي فيلم كده تلينك يطلع في مخي دائما دائما في كل مرة أوصيهم على فيلم انتوتشبلز الفرنسي نزل في 2011 ذاك الفيلم بالرغم أنه ما هو أعظم الأفلام اللي تابعتها والأفضلها بس أنه واحد من أكثر الأفلام اللي غمرتني بشعور جدا جدا جميل من بدايته إلى نهاية وإلى يومك ذا يمكن تابعته أكثر من ستة أو سبع مرات وقيت تابعته الحالي وتابعته مع ناس حتى كنا مرة في الديوانية مع الشباب شغلنا فيلم يبجود انتوتشبلز وأتفاجأ ولله الحمد أنه في كل مرة أوصي أحد على فيلم انتوتشبلز يرجع يشكرني فايش الفيلم يا را كان اللي وصيت الناس فيه أكثر من أي فيلم ثاني والله بالعادة يعني أنا لما واحد يقول لي أعطني فيلم أقول له ترى خوارزميات نتفليكس تفهمك أكثر مني ترى الخوارزميات تفهم يعني تعرف انتوش التابع وتختار لك التوصياتي بشكلها فلما يقول لي لا يصر يعني يعطيني إصرار عجيب يعني أنه لا أبي فيلم أقوله وش الكاتيقري وأعطيهم الكاتيقري فلو كذا قلت لك كاتيقري مثلا جريمة دراما بختار سكارفيس ألبيتشينو وعندك إيمان أنه كل شخص بتابع سكارفيس بيعجب فيه نفس إيماني بأنه فيلم انتوتشبلز بيعزب كل أحد تقريبا أتمنى لأن سكارفيس دخل بمعترك قوي يعني دخل بمعترك النقاد والجماهير النقاد أعطوه أسوأ فيلم وأعطوه ألبتشينو أسوأ أداء والجمهور أنصف هذا الفيلم حلو حلو فأعتقد أنه سكارفيس راح يعني راح يبيض الوجه حلو حلو كلام جوته كلام طيب السؤال اللي بعده رشح فيلم للمتابعين اللي الآن قاعدين يشوفوا الفيديو واللي بيشوفوا في المستقبل واللي بيشوفوا بعد أجيال نحافظ اليوتيوب على تواجده في المستقبل رشح لهم فيلم ولكن من خارج هوليوود ستحسبوا السؤال بيض لا يا حبيبي شوف أنا نشأت بعائلة أخواني الكبار كانوا مدمنين هوليوود وبوليوود أفلام هندية وشوفت أفلام هندية كثير وأنا صغير أفلام هندية ورقص وصياح وبكاء وفيه فيلم هندي وصيت عليه قبل فترة صراحة اسمه بي كي مره بي كي حق عمر خان رائع رائع فواحد من الأفلام الممتازة لو أني محضر للأسئلة كان سألت أخوي ذكرني بالأفلام الهندية بس ما قلت يلا فاجئني يا وجيهو فاجئني فلا الأفلام الهندية يا أخوي عنده مكتبة كده هائلة من الخيارات الهندية شيء مجنون آه هناك فيلم دعنا نطلع خارج الأفلام المكررة مثل بي كي هناك فيلم ثاني اسمه مر عليك برضو عامر خان عامر خان ممتاز عامر خان تابعت كل أفلامه العلمك هو الوحيد أي أفلامه ممتازة أفلامه ممتازة عامر خان هناك فيلم عامر خان اسمه دنقال تعرفوه اللي السبورت اللي يدرب بناته على الملاكم أفلام عامر خان دائما رائعا بس كويس اختيار كويس بي كي اختبار اختيار جدا جميل يا راكان والله كويس يعني أنا قاعد الخمك ومع ذلك قاعد تختار يعني إجابات حلوة نايس حمد الله حلو حلو والله ذا السؤال يا راكان مفروض اني سربت لك والله مفروض اني سربت لك مادري كيف بتحوس فيه بس يلا والله يا حبيبي شركة إنتاج في هوليوود نادوك تعال يا راكان خذ ميزانية 250 مليون أوكي يا ساتر وظف لنا خمسة ممثلين ذكور إناث بكيفك وظف لنا مخرج واقتبس قصة رواية حكاية قديمة صارت في زمن ايا كان وسوي فيلم مين الخمسة ممثلين اللي راح توظفهم ومين المخرج وايش هي الرواية أو القصة اللي راح تقتبسها وتحول الفيلم ايوه افقاع افقاع ما ما فيه ما حا تقلك الخامني لخمتك اهو اهو طيب يمكن تكون قصة عربية عادي ابدع يعني حتى لو إننا خلينا نفترض إنك انت والله تبتتسوي قصة لي ايش اسمه القرصان العربي هذا في قرصان سعودي ايوه في قرصان يا شيخ اسمها رحمها الجلاهمة او رحمة الجلاهمة والله ما مر ايوه قصته يقولون مثيرة جدا للاهتمام اتمنى شوها فيلم يعني بس لسه ما عرق ما مر عليه صراحة اسمه رحمة الجلاهمة قرصان قرصان مدري إذا هو سعودي ولا خليجي أو بس اللي المتأكد منه إنه خليجي واعور عنده رقع في عينه تخيل قصة حقيقية موجودة حتى يقولون إنه كان يعني حارب مع الدول السعودية مدري الأولى والثاني جنن أمه سوا حفلة فخلاص اترك لك المايك مدري ليش سألت نفسي جاوبتنا طيب والله شف خمس ممثلين وقص ومخرج واتذكر إنه عندك ميزانية ضخمة يعني تقدر تزيب أطنق ممثل ما يهم تحط خمسة أبطال كلهم مطنيخ كيفك؟ فيلمك ابدع فيه ركن والله يا أخي المشكلة من قوة لخمة أنا نسيت كل القصص اللي ودي أني أشوف عننا أفلام وكل القصص اللي صراحة ودي أشوف عننا أفلام قصص كذا من السعودية يعني يعني ممكن معركة ذيقار واحدة من معارك المهمة بتاريخ العرب بس ما تنفع مع ممثلين أجانبي يعني ما ودي جيب ممثلين أجانبي ومثلون الأفلام العربية بس لو جبت مخرج يخرج هذا الفيلم بجيب أنا عندي فلوس كثير بجيب مخرجين مخرجين اتنين يعني براحتك برضو فلوسك ميزانيتك والله شوف أبي القصة تكون عندي إقار حلو زين ولا تدري لا ما أبي غير أبي القصة تكون عن القصة الزير سالم أوكي بالرغم من أنه في عمل للزير سالم يعني في مسلسل لا أبي فيلم أبي فيلم عن الزير سالم زين عشان اختار الشخصيات ببالي أوكي أوكي بديت أفهم عليك شايفك وين رايح يا راكان أوكي زين أبي المخرج يكون مخرجين اثنين مخرج ميكيل سابتشونيك حق معارك جيم وفرونس أوكي والمخرج الثاني أبغاه يكون كريستفر نولان أوكي أوكي أبغى، 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 عزيزيز, حلو قصة، وقصة ممتازة، مخرجين، وقفة الليلة، هاي ورينا نجومك،؟ أخي chama اشتركوا في القناة 1. تبقي 3. تبقي أخو جساس كان اسمه همام وكان صديقة زير سالم بس موش فيلين موش فيلين حلو زين أبغاها البتشينو يو السلوم لازم تحط أنثى يا أخي ما في إناث في زير سالم أينثى لازم لازم أنثى لأن القصة عن البسوس أي هي اللي سويت الحرب كاملة هذي بختار البسوس دقيقة البسوس ذي شريرة يا ركان هذه اللي سويت الحرب يعني هي على هيئة بلن شوي أوكي في مين رح تختار له أنا دي آرمس أنا دي آرمس أوكي اي لأن المتحة البصرية مطلوبة ضروري ضروري أنا دي آرمس مثلة جميلة جدا صراحة طيب البسوس هي كانت يعني شابة ولا واحدة كبيرة كانت يعني بمقتب يعني كانت بفترة الفيلم بعمر أنا دي آرمس لا يعني أكبر من أنا دي آرمس بشوي هي خارة جساسه همام بس الجميلة الممثلة اللي المفروض يعني تاخد دورد سيدة جميلة اللي هي كانت الجليلة زوجة كوليب هذه كانت من أجمل بنات العرب فممكن يعني نغير أنا دي آرمس نخليها الجليلة ممكن يعني أوكي أوكي بداية البسوس نخلي بس هذول الكاست اللي عندي مقدائيا خمسة فلوس يا ركان فلوس خلصت ركان هذول الخمسة اللي عندي والمخرجين اثنين والميزانية مفتوحة والقصة موجودة الله هي أهنيك لا صراحة أهنيك اختيار موفق بس عاد كيف يمثلون الشكر الله ما لغة عربية كهجات لا اعتبر انه تم تحويل القصة عادي بسلوب أجنبي يعني بس يحافظ والله أنا أنا أهتم أنا شوف اللي ما شاف الزير السالم لازم يرجع يشوفه مسلسل سابق عصر وصراف وكم حلقة زر السالم أنا تابعت وانا صغير بالأربعينات حاجة مقدور عليها يعني ما هو مطمطة ولا شيء لا 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 من أروع المسلسل أنا تابعت وانا صغير يعني أول ما نزل ولما كبرت تابعت وتابعت كثير طيب حلو حلو لا بس أهنيك صراحة وضفت الميتين وخمسون وزير سالم ترى فيه ترى فيه شخصيات كثيرة زر سالم يعني المسلسل فيه شخصيات كثيرة يعني مثل مثل ابن عباد شخصية رهيبة مثل التبع اليماني مثلها بسام كوسة اليد عشري شخصية كانت رهيبة وككل شخصيات اللي كانت موجودة بالمسلسل أنا ودي يعاد إنتاج المسلسل صراحة حلو 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 لا أهنيك صراحة بس أنك صرفت الميتين وخمسون مليون مضبوط مضبوط صرفت مضبوط ترى ما بقيت أي أتوقع على الممثلين القرار اللي خلتهم ما خلت شيء بجيب خلي اللي بجيبك ما رح تسويق للفيلم كيف رح تسويق للفيلم خلص هل ممثليني القصة الحالة تسوي في السوجال ميدي تقول لي نزل لك أعلانات وتوتر ركان هذا السؤال الأخير من فقرة الأسئلة المتنوعة والسؤال هذا بيلخمك لا ما بيلخمك كيف أشرح لك يعني كان مفروض أنك تخليني يسربوا لك بس أنت تتلاخب السؤال يقول ركان بسم الله عليك يعني بعد طول عمر جاتك الفرصة أنك تخلي ممثل يسوي فيلم عن قصة حياتك مين الممثل ومين المخرج قصة حياة ركان منذ ولادته ونموه ومراهقته وجامعته وتخرجه ووظائفه وتنقل ما بين السوشال ميديا والمسار المهني إلى لحظة بسم الله عليك والله شف يعني أنا عصبي شوي يعني ومرأت بمرحلة بحياتي كنت عصبي بشكل كبير يعني كنت أفقد عصابي كنت لكم الجدران كنت إلى الآن يعني أنا قطع الجلد اللي هنا بسبب التوتر يعني بديت سيطرة على عصبيتي بس فترة من فترات حياتي كنت تحت سترس عالي وكنت تحت ضغط عالي يعني هذه الفترة مو شهر شهرين ها عشر سنوات كده بالحياة كده بالحياة زين فترة فترة وانت صغير في السن ولا بعد لا من الفين واثناعش تقريبا لين الفين وعشرين تقريبا أوكي أوكي فيحتاج لك أو من قبل يمكن من الفين وهدعش يمكن إلى كنت تكسر يعني كنت عصب وكسر شيء أوكي بس أنك بس أنك تجاوزت طيب كويس صرت الحين متزن أنا واحدة من الأشياء اللي كانت متعبتني راكان قبل ما تجاوب على السؤال واحدة من الأشياء اللي كانت متعبتني مرة في حياتي كنت أكل أظافري أكل أظافري إليني ينزل الدم ياساتر سمتايم والله زي مسوي أليسين تايتاور على غفلة والله ياساتر فأجلس قط وقتها صراحة ما كان ما كنت عاني من أي ضغوطات نفسية ولا أي شيء بس كده مدري طيب الصراحة الخيارات كده كثير مرة قدامك مخرجين وممثليين ما تدري مين تختار صراحة بس ركزنا قصة راكان الشيائي الفيلم هذا بيست أون دلايف التروستور ايه لايفوف راكان الشيائي والله ما ندري من أختار صراحة عادي ترى مو شرط يكون أجنبي ممكن تختاره مثل عربي يعني يعني مثل عربي بس سام كوسة صراحة لا لا أنا أنا بفتح لك المجال لا إيه والله زي إنك فتحت للمجال بس سام كوسة بختار صراحة والله أنا أحب السام كوسة يعني أحبك بأدوار كثير أحس إنه راح يجسد الحياتي يعني من الطفولة لين أخذ لحظة الحياتي بحرص إنه المخرج يكون عنده سرد قصصي رهيب حسنا ما هو؟ لأنا مريت بقصص رهيبة يعني كثير حيلا ممكن كريستفر نولان يعطينا سرد قصصي ممكن هذين مرة أذكر اسم كريستفر نولان بس ممكن يعطينا سرد قصصي مميز يعني يعطينا كذب نقلات فوق تحتي من يسر كريستفر نولان من أكثر المخرجين لذا طاح في يده نص يبدع فيه تر ما يحتاج يعني لا فأتوقع لا ما ودي إنه يبدأ الفيلم من البداية للنهاية إيش اسم الفيلم؟ هاللخمة الأخيرة لا تتوتر هدي عصابك عندنا في إدتور بيسوي كت يعني لا تخاف خذ لحظاتك من الصمت والتأمل واليوغا لا ترى حنا ما عندنا من بدأ التصوير ما فيه لك اتواحد عشان الفوكس بس اي ما في مشكل عاية ما في ما فيه اسم الفيلم اسميه غريب غريب كده غريب اه اسم الفيلم غريب ايه غريب بالإنجليزي بتخليه برضه ينطق غريب زي ذيب زي فيلم ذيب ولا بتخليه برضه يترجم ويردو لا مو يردو شوعت الفيلم الله حسبي الله أنهيت مستقبل يا أخي هل ما بيعات الحين صفر استرانج 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 اي بخلي استرانجر حسبي الله حسبي الله حسبي خلاص يا أخي دوا قد الفيلم الحين ما حد رح ياخده على ما حد نجد الله خم من سترانج لويردو طيب اسم غريب تبغى ترجمته تكتب سترانجر ولا غريب غريب تفتكر فيلم ذيب أنا ما شفته بس اللي فتكر فيكان مرشح للاوسك دوا يعني يسمونه غريب عادي غريب وغريب حلو حلو اهنيك يا راكان والله إجاباتك رهيبة يا أخي توقعت أنك تتورط وكده تهبت بس والله أنت قاعد تهبت والله من اليوم أنا أهبت يا رجل أنت قاعد تهبت بس هبتك جميل يعني الحمد لله بس ما بالكم لو أنه راكان وافق أني أمرر له شوية أسئلة ما كان بيسوي خلاص خلّها يعني ما تكون سكريبتد أفضل صراحة نطلع بمحتوى كذا والجمهور بالنهاية باستمتاع أفضل من سكريبتد والجابات تكون لا بس أنا أقصد يعني زي سؤال بوليوود أنت قلت آخ لو إنك قلت لي هذا السؤال كان جهز في مجموعة أفلام وكذا فاهم أي ممكن أي هذاك السؤال صراحة لما أجهل يعني أنا لأنه هو شوف إيش الفكرة من فقرة على الماشي أنا مو جالسة حد راكان أختبر معلومات فاهم في أسئلة جهز لها إجاباتك عادي يخذ راحتك أيو دامع لا دامع على الماشي كأنه سوالف كذا على الماشي أنا وإنتم ماشيين مع بعض وقاعدين نسوالف مع بعض جيد جاب جيد جاب الآن بنخش على الثلاثة الأسئلة الأخيرة واللي حطيتها في عنوان ملعب راكان السؤال الأول يقول يا راكان أكثر لغز حير قراء رواية عالم أغنية الجليد والنار أو عالم هم عالمين مختلفين بس إنه تختلف برواية الشخص صح أغنية الجليد والنار أو النار والدم صح أيو النار والدم كتاب أيو كتاب سر تاريخي بس هو داخل العالم داخل العالم ممتاز سواء أنا أبغاك تقول لي إيش أكثر لغز حير قراء الرواية وإلى الآن ما فيلو سيرتين أنسر قبل ما تجاوب أنا في تويتر بعد الحلقة السادسة من هاوس оф الث دراجين سبويلر ريرت الحدث اللي صار فيها الشي اسمه لاريس الأعرج لما قتل أبوه وأخوه حرق القلعة يقولون إنه في الرواية المعلومة هذه مبهمة أي مبهمة قيل إنه لاريس وقيل إنه ديمون وقيل إنه مدرمي فأبغى حاجة لغز إلى الآن ما نكشف اللغز هذا نكشف لنا اللي هو في الحلقة السادسة نكشف لا لا الناس عرفوا إنه لاريس لغز مرة محير في عالم أغنية الجديد والنر حاول حاول تفقع كذا من جيم أوف ثرونز وهاوس оф الث دراجين جيب لنا حاجة كذا عامة إيه لأنه كثيرة صراحة تفتكر حلقتك مع مستر فيفا سؤلفت عن إنه الجدار إلى الآن ما أحد عارف مين اللي باني براندين دابلدر يقال إنه اللي باني الجدار بس أنت كان عندك وجهة نظر إنه الجدار مرة ضخم صعب جدا إنه البشر يبنوا شيء بذات ضخامة إيه صعب صعب أنا من وجهة نظر يعني الجدار ما الرواية اللي تقال إنه الجدار بني بطريقة سحرية أو فيه تعاويد سحرية داخل الجدار ويقال إنه براندين دابلدر بمساعدة العمالقة قدروا إنهم يبنون هذا الصرح الضخم والكبير والهائل ووجهة نظري إنه الأذرز أو الآخرون بطريقة ما هم اللي بنوا الجدار أصلاً فيه وجهة نظر يعني بين مجتمع الرواية ليش مو إنه الأذرز بنوا الجدار عشان البشر ما يهجومون عليهم شهت عكس الآية نحمي أنفسنا مش أنت اللي تحمي أنفسكم إيه حنا أهم اللي حمينا أنفسهم بس فيه لغز ثاني لغزة أيقون المزيف أو اليونغ غريف مر عليك؟ في الرواية حنا نعرف أنه فيه شخص اسمه الماد كينغ صح ولا لا؟ مضبط اللي هو الماد كينغ عنده ثلاث أبناء يس عنده ثلاث أبناء ريغار وفيسيرس ودينايرس صح ولا لا؟ مضبط حنا شفنا بالمسلسل فيسيرس ودينايرس ما شفنا ريغار مضبط ريغار شفناه بلقطة فلاشباك واحدة فقط اللي هو كان اللي كان متزوج يا أوم جونس نو حيلا يس ليانس تارك أوم جونس نو ريغار كان متزوج سيدة اسمها إيليا مارتيل أخت أوبريم مارتيل ومن إيليا مارتيل عنده أبن عنده أبن وبنت أنا ما علي من البنت علي من الإبن كان اسمها الإبن أيغون حلوين؟ أوكي الرواية المعروفة أنه في ثورة روبرت لما تايوان لانستر دخل لكينغز لانتينج أمر بقتل إيليا مارتيل وأبنائها لذلك أوبريم مارتيل في الموسم الرابع كان يقول للجبل علمني من اللي يعطاك الأوردر مظبوط يو ريبت هر يو كيلت هر يو كيلت هر إلى خير العبارة دي من يقصد؟ يقصد أيغون والبنت والأم اللي هي أخته واللي هم أبناء عيال أخته هو خالهم بالنهاية أوكي فيه بالرواية شخصية اسمها اليونغ غريف أو غريف الصغير غريف الصغير عايش في قارة إيسوس مع شخص اسمه جون كونينغتون جون كونينغتون صديق ريغار حلوين؟ حلو غريف الصغير هويت له أعلى مستويات التربية والتعليم لا من ناحية التاريخ ولا الرياضيات ولا المبارزة ولا جودة الكلام ولا اللغات كان يتكلم اللغات بطلاقة فتيرين لما شاف غريف الصغير كان عارف أنه غريف الصغير مميز ما غريف الصغير هذه تربية ومش تربية شخص عادي تربية شخص مميز مميز جدا فغريف جدا مميز فغريف الصغير أو اليونغ غريف قال التيريون قال أنا أيغون بالريقر قال كيف أيغون مات قتل قبل سنوات في الثورة هنا يأتي اللغز اللغز يقول لك أنه فارس هرب أيغون وأعطاه إليريوم وباتيس إليريوم وباتيس اللي أعطى دينيرس البيضات في الموسم الأول يقول لك أنه فارس هرب أيغون ووديه هناك عشان يتربى من جديد ففي نهاية الكتاب الخامس هذا اليونغ غريف يقول أنه أيغون ورافع رايات التارغيرين ووصل صدق أو لا تصدق أخذ الـ Golden Company الرفقة الذهبية اللي شفناهم بالموسم الأخير أخذهم والآن هم معاه ووصل لقارة توسترس بل كان فيه ستورمز لاند في أراضي العاصفة وعلى مشارف ستورمز اند هذا الكنام يفترض أنه في أي فترة زمنية هذا في فترة من المسلسل الموسم الخامس وهذا الجزية ما جابوها ولا تماما ولا تلميحة ولا تلميحة طيب إيش اللغز الكبير اللغز هل هذا فعلا إبن ريقر ولا لا إيليريو مباتيس وفر له كل الأشياء اللي يحتاجها كان عنده سبتة كان عنده معلم كان عنده حياة مكتملة طيب إيش وصف الولد وصفه كشكل كانوا صابغين شعر وأزرق وحواجب وزرقه عشان بس التمويه ولا هو يعني صفات تارغيرين ما تحضرني صراحة صفاته الجسدية إذا كانت صفات تارغيرين لا لا أنا أقصد شعره الحقيقي أي أنا الآن ما أتذكر ما أتذكر لا ما كانت عائق قدامنا حنا كقراءة رواية لأن الصفات هذه الصفات الباليرية منتشرة يعني موجودة بأكثر من مكان في قارة إيسوس لكن العائق اللي كان قدامنا واللغز الكبير اللي كان قدامنا هل هذا إبن ريقر أو لا وما في جواب ما في سيرتن ما فيه ما فيه هذا وجود وجود اليونغ غريف ترى يسبب مشاكل مع دينايريس إذا وصل وعتن العرش الحديدية يعني هو في الكتاب الخامس الرجل خلاص يعني أخذ تورم بز اند يعني اللي هي قلعة البراثين أخذها ووحدة من أقوى القلاع وأقرب القلاع لكينغ سلاندينج على الجانب الآخر دينايريس هربت على ظهر الدروجون ففي حتى المارتيل المارتيل يابوني يساندون اليونغ غريف أو غريف الصغير لأنه خواله فهمت ولا دخطنع بالنهاية لكن اللغز الكبير هل هذا فعلا اليونغ غريف أو لا أو عفوا هل هذا فعلا إيغون أو لا طيب وكيف ممكن نفترض أن هذه الجزئية تطرقوا لها في المسلسل إنما في المستقبل كيف ممكن نقدر نتأكد إذا هو ذا أو لا مستقبلا يعني لو في شخص قادر أنه يتأكد مين هذا يكون بران ستارك يعني من خلال الوير وودز وزي كده ياب 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 الصراحة معلومة مثيرة للاهتمام شخصية مثيرة للاهتمام بحد ذاته يس فيه الغاز كثير يعني ترى الرواية مليانة الغاز الغاز كثير يعني مين أم جونس نو ما ندري حنا مين أم جونس نو وان عرضت في جيمة ثرون ما ندري ما دري يعني أنا ما أؤمن بجيمة ثرون صراحة لأنه مش كانون للرواية مش محتوى أصيل للرواية طيب أه جورج مارتن؟ محتوى شاطئ جورج مارتن علق على الجزائية ما أكد وله نفاء أوكي أي طيب أركان لأنه لغز من ألغاز الرواية جورج معارتن والله ما أدري أنا قرأت ذا المعلومة وإلا شفتها في لقاء على كلام هذا لكن الكلام ده مر زمان سمعت إنه إش اسمه هؤمن الثنين occdum habe دان و دايفيد بنيوف و دانيل مدري ايش يقولون انه قبل ما يعطيهم الابروف جورج ارامارتين سألهم مي و لما جاوبوا قال ام جونس نو معنات انه عندهم جاوبوا هم جاوبوا و قال اوكي اخذوا المسلسل هو شوف فيه ادلة كثيرة عن ام جونس نو انها ليانس تارك يعني فيه براهين كثيرة فهمت بس يعتبر اللغز من الغاز الرواية يا يا فهمت فهمت عليك صدمتني انك ما تؤمن يعني بالاحلاث انا ما اعتبر المسلسل ما ارجع لي كقارئ للكتب طيب حلو اتوقع السؤال الثاني اللي بسألك اياه ممكن يرتبط بالسؤال الاول اذا اخترت انك تجاوب نفس الاجابة بس برضو بسألك السؤال السؤال يقول باقينا سؤالين هذا و اللي بعد السؤال يقول حكي لنا عن شخصية جدا مثيرة للاهتمام في الرواية ودك تشوفها بشكل حي في الشاشة سواء في مسلسل خاص او سواء يقحموها يعني ضمن هاوس او دراجون او ولا اقول لك خلينا نستبعد هاوس او دراجون ما رح تطلعب هاوس او دراجون شخصية مثيرة لاهتمام يورون غريجوي شفناها في المسلسل بس مو مو يورون غريجوي ما اعطوا حقه ولا قدموه بالشكل اللي ولا واحد بالمية بس يورون غريجوي شخصية مثيرة لاهتمام كان عنده درع من الفلاذ الفيليري ويقول او يدعي ان عنده بيضة تنين رماها كذا كان طفشان ورماها في البحر يدعي انه ابحر في فيليريا وكان عنده ادوات من فيليريا يعني كان عنده درع من الفلاذ الفيليري درع كامل سفينة وصمت لما يشوفون اشريعتها في المرافق الكل يهرب يا ساد لانه كان مخيف ومهيب كان عنده بوق دراجون بايندر هذا البوق يقول انه اخذ هذا البوق من فيليريا القديمة تتذكر في حدث صار في المسلسل حدث تصويت كذا مين يصير زعيم الجزر الحديدية فاي موسم يمكن السادس الخامس ما تذكر صراحة ما تذكر طيب ايه اول يا الخامس يرا هذا الحدث كان تقديم يورون غريجوي بشكل ممتاز يورون دخل هذا الحدث بثلاث نفخات بهذا البوق بوق صوته دوا بكل الجزر الحديدية لدرجة انه ارون كان يقول يا الارض بالعيني ولا اسمع هذا الصوت ابي هذا الصوت يوقف باي طريق بوق صوته مهيب بشكل مخيف لدرجة انه ينفخ بالبوق ثلاث مرات البوق طلع منه دخان والرجل سقط مات يا شاتر زين يقال انه هذا البوق اسمه دراجون بايندر هذا البوق في فاليريا كانوا ينفخون فيه عشان يروضون التنانين فكان عنده هذا البوق ودخل دخلة مهيبة على الجزر الحديدية كان عنده عين مغطيها يشوف بالعين بس انه مغطيها كان يدعي انه اله كان مجرم قاتل اقربين قتل اخوانه لما كان صغير اعترف انه قتل اخوانه هذا سوي اشياء كشية يسو ل怎麼樣 أو مسلسل كامل اترى سوي اشياء كثير سيئة المترجم بتح timeline أف coverage سأشعب gebro سأخذ دولو مسلسل معين بيكون حاجة واضح بشبه بشبه لمسلسل انا حلو السؤال الاخير واللي راح نختم فيها ونطلق صراحة كذا كان وتروح وتروح تشوف حياتك ممثل او ممثلة في مسلسل ودك تسوي له كده تحط بدالهم مثل او ممثلة ثانية ممكن تشوت ممثل وممثلة وجيب بدالهم مثل ومثل عاجل اجيب واحد مكانه ما ما فيه صراحة خيارات ببالي لانك ما تبغى ما تبغى تبغى لخمة لا بس يعني فيه ممثلين شوف هو المسلسل ما نزل منه لسة حلقات صراحة والريدي الخمس حلقات الاولى الكاست تغير نص الكاست تغير يعني جزء كبير من الكاست جديد وأول ما تغير يعني اليسنت يعني لو انك تسألني هذا السؤال قبر الحلقة اللي راحت فاقول لك ممثلة شخصية رانيرا الصغيرة اللي كبيرة الصغيرة صغيرة بتشوتها 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 مين تجيب بدالها اي ممثلة لا ما فيه اي ممثلة اي ممثلة ما عرف ممثلة صغير يمكن بنت ايثن هوك اللي مع اي ممثلة بس بس الحين يعني الشخصيات ما فيه يعني ما فيه شخصية نكارها بسبب اداءها صراحة حتى شخصية ايقون الطفل فيه تايم جمب ثاني وخلاص يعني هذا بيطلع حلقتين بس ما فيه ترونزو ودك سيستبدله خاف قولي يزالون يا رجل جونل سنو كيت فلنجتن مين بتحط بدالة؟ بحط بدالة وممثلة شخصية روب طيب روب مين روب؟ ما فيه لازم تقفل الفجوات اللي فتحت انا قال انت لخمتني كده صراحة انت اللي طلبت لخمة اوريهم المحادثة؟ لا مايحتاج انا اقول لك انا اطالب اللخمة كده قال قال الخمني الخمني اوكي من احط بدال شخصية شخصية روب ستارك من فيه كده ممثل صغير؟ انا قاعد ادول ممثلين صغار بالعمر يعني انا زين اطرع على بالي يا بنت ايثن هاكي لو بحط واحد بدال روب ستارك يعني طبع حنا شلنا ممثل روب ستارك عطينا جون سنوف باقيلنا الحين روب ستارك مني حط بداله شفت مسلسل بلاك بيرد بلاك بيرد مسلسل بلاك بيرد؟ اي اللي نزل على البل تي بي قبل شهرين انا مات بالعدة افتكرة البوستر تبعه اسم الممثل تيرون ايجيرتون اوه اللي فيه اللي فيه كينجزمن في فلم ايه بسلسلت فاهم كينجزمن رهيب الله عليك حتيار بطل ترى الممثل ذا انا مره احبه مره احبه حبيته اكثر شي مني بلاك بيرد ابدع صراح ابدع عدد بلاك بيرد الناس كثير يمدحه أبدأ أبدأ بشكل كبير جميل سو بتشوت جون سنو كيت هرينغتون وبيزعلون علينا صراحة يا رجل أنا بزعل عليك بس أنا ما تخيل يعني شخصية جون سنو اللي بالكتب أفضل كثير من أداء كيت هرينغتون أداء أنت ما تتكلم عن طريقة كتابتها في المسلسل لا لا أداء أداء أوكي واضح يعني كان ممكن يجسدها بشكل أفضل واضح حركة أنك بدأت تبنشر على نهاية الأسئلة الحمد لله أنا بديت أتحب شايف المناديل إليها والله ألف سلام إيه بديت أتحب والله ألف سلام قدامك العافية لا أبشر لك خلاص خلاصنا مدة الفيديو مدة إجمال إنسان أتمنى صراحة أن الفيديو كان رهيب أتمنى لا لا الأمور طيبة والحمد لله الحمد لله أنه يعني قدرنا نحافظ على على كمية الإجابات اللي قاعد تطلع منك أنا توقعت أنه كونك ما تعرف ما تعرف الأسئلة بنأخذ وقت طوي ففرز السعيد والله يا ركال نورت القناة يا حبيبنا حبيبي والله نورك وأكيد وأكيد بإذن الله راح يكون في لقاءات ثانية مستقبلا إذا سلم بس المرة الجاية تبغي أن أتزحلق لك الأسئلة ألا لا آآ لا هلو هلو المرة الجاية راح أحرص أني أجيب لك أسئلة أخص من هذه لا 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 تزحلق لشيء بالعكس والله شفت الأسئلة الرهيبة يمين يمين الله أعطيق العافية والله يا ركال الله أعافيك الله أعافيك إلى هنا يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو إن شاء الله أنكم استمتعتوا باللقاء وبالأسئلة وإذا عندكم أي أسئلة للفقرات القادمة إن شاء الله على الماشي اكتبوا ليها في التعليقات اشتركوا في القناة لو كنتم مشتركين وضغطوا على زر اللايك لو أعجبكم الفيديو تعالوا تابعنا لمواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف كم معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم